هذه هي الحلقة السادسة والثلاثون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة لم يكتمل جوابي في الحلقة الماضية بخصوص السؤال الذي وردني من السويد ما هو موقف أهل البيت من نظرية التطور وهل ما ذكر في كتاب التوحيد للمفضل ابن عمر دليل على تأكيدها أجبت على الشطر الثاني من السؤال بخصوص كتاب التوحيد للمفضل ابن عمر ثم رجعت إلى الشطر الأول وحدثتكم شيئا من حديث حول نظرية التطور مثل ما قلتها لكم في الحلقة الماضية من أن الموضوع معقد وإذا أراد متحدث أن يتحدث عن تفاصيل نظرية التطور لا بد أن يكون من المختصين في هذا الموضوع وصلت إلى هذه النقطة إلى النقطة التي سأبدأ حديثي حول موقف دين العترة الطاهرة من نظرية التطور أين هي في ميزان ثقافة العترة الطاهرة التطور حقيقة لا يستطيع أحدا أن ينكره القرآن نفسه يحدثنا وبصراحة عن التطور الآيات من سورة المؤمنون من الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة وإلى الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة حديث واضح عن التطور في نفس النوع في الإنسان نفسه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين هذا تطور ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين القرار المكين الرحم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة هذا تطور ولكن ضمن النوع في نوع الإنسان نفسه فمن سلالة الطين إلى النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام إلى لحم يكسو العظام عملية تطورية ماذا تقولون عنها؟ عملية تطورية ولكنها في النوع نفسه لكنها تختلف عن التطور الذي تتحدث عنه نظرية داروين نظرية داروين تتحدث في الجانب الأهم منها تتحدث عن تطور فيما بين الأنواع نوع يتطور إلى نوع جديد ومن طريق الطفرة من طريق الطفرة العشوائية هذا تطور في داخل النوع نفسه وهو تطور منضبط منضبط بولاية الله بسلطة الله فهذا التطور لم يأتي من طفرة عشوائية هذا تطور والتطور الأرقى حينما نصل إلى ما يقوله القرآن ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله على ما خلق بطريقة التطور هذه إنه تطور في داخل النوع وتطور منضبط منضبط بولاية الله بسلطة الله التطور الذي تتحدث عنه نظرية داروين إنه يأتي نتيجة طفرة عشوائية بسبب حاجة المخلوق للبقاء هكذا تتحدث نظرية داروين التطور يحدث بسبب طفرة عشوائية لماذا؟ لأن المخلوق يحتاج إلى البقاء من دون هذه الطفرة العشوائية فإن المخلوق لا يستطيع البقاء الآيات الآيات ما أملاه ما أملاه إمامنا الصادق على المفضل بن عمر مر علينا في الحلقة الماضية للتذكير فقط حينما قارن إمامنا الصادق فيما بين خلقة القرد وخلقة الإنسان إلى أن قال صلوات الله عليه وهذا لم يكن مانعا للقرد هناك بعض الاختلاف في خلقة القرد كالخطم وهو البوس والذنب المسدل والشعر المجلل للجسم كله وهذا لم يكن مانعا للقرد أن يلحق بالإنسان لو أعطي لو أعطي مثل ذهن الإنسان وعقله ونطقه إمكانية التطور من نوع إلى نوع آخر ولكن كلام الإمام دقيق لم يقل من أن القرد سيصبح إنسانا وإنما سيلحق بالإنسان سيمثل مرتبة من المراتب التي تكون ملحقة بالإنسان إذن بحسب هذه المعطيات وما يأتينا في هذه الحلقة لا نستطيع لا نستطيع أن نرفض نظرية التطور بكاملها لا نستطيع أن نرفضها بالكامل لأن نظرية التطور تحدثت عن حقائق وأثبت وأثبتت ما أثبتت من خلال أدلة علمية قوية وواضحة نحن لا نتفق معها في كل تفاصيلها لأن النظرية لا يمكن أن توصف بالكمال هذه نظرية بدأت شيئا فشيئا إنها تتكامل بنحو تدريجي كلما تطور العلم وكلما تنوعت وسائل الإثبات العلمي وآلات الكشف والتحقيق عند العلماء المعاصرين كلما وجدوا شيئا جديدا وهذا الشيء الجديد يضيف معطيات جديدة إلى المعطيات السابقة لكن النظرية لم تكتمل ولم تصل إلى نهاياتها نظرية دارون فيها حقائق لا يمكن أن ننكرها لكنها ليست نظرية متكاملة النظرية التي تؤدي إلى أن نقول من أن الكائنات الحية خلقت خلقت هكذا بطفرة عشوائية بصدفة بحركة طبيعية ليس لها من محرك هذا الجزء من النظرية مرفوض قطعا أن تتطور الأنواع يمكن أن نقبل هذا وكلام إمامنا الصادق الذي قرأته عليكم بخصوص التشابه فيما بين القرد والإنسان من أن القرد لو أعطي مثل ذهن الإنسان وعقله ونطقه لصار ملحقا بالإنسان وهذا لم يكن مانعا للقرد أن يلحق بالإنسان أو أن يلحق بالإنسان لو أعطي مثل ذهن الإنسان وعقله ونطقه إذن إمكانية التطور من نوع إلى نوع آخر هذه موجودة وستأتينا روايات تنبينا من أن هذا قد حصل في الأرض لكن النقطة التي لا بد أن نقف عندها من أن الإنسان الذي على الأرض الآن هذه السلالة سلالة أبينا آدم لم تأتي متطورة عن سلالة القرود الراقية هناك سلالة للقرود الراقية تتحدث عنها نظرية دارون إنها القرود الراقية التي تشبه الإنسان إلى حد بعيد هذا الكلام موجود هنا وهذا لم يكن مانعا للقرد أن يلحق بالإنسان لو أعطي مثل ذهن الإنسان وعقله ونطقه لكن الإنسان الذي على الأرض الآن لم يأتي متطورا عن سلالة قرود هناك أصناف من البشر عاشت على الأرض قبل أبينا آدم هناك أصناف من المخلوقات عاشت على الأرض قبل أبينا آدم النتائج التي استنتجها العلماء التطوريون الأحيائيون من الأحفوريات أو من التدجين ونتائجه من التدجين الحيواني أو النباتي والأحفوريات أحفوريات منها ما هو حيواني ومنها ما هو نباتي والسلاسل الجينية الوراثية علم الجينوم والتشريح وعملية المقارنة في التشريح بين الأنواع والكائنات الحية هذه حقائق لا يمكن أن نغض الطرف عنها هناك كائنات عاشت على الأرض قبل الإنسان مثلما هناك كائنات في كوننا الفسيح هذا تختلف عن الإنسان وهناك كائنات تشبه الإنسان هذا ما جاء في ثقافة العترة الطاهرة حديثنا عن الأرض فإن نظرية التطور التي يدور السؤال حولها ترتبط بالكائنات الحية على وجه البسيطة الأرضية التي نعيش عليها هذا تفسير القمي وطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والثلاثين بسنده بسند القمي علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه عن جابر بن يزيد الجعفي عن إمام الباقر عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه إنه السند الذهبي السلسلة الذهبية الرائقة عن الباقر عن آبائه عن أمير المؤمنين قال إن الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق خلقا بيده أن يخلق خلقا بيده هذا هو أبونا آدم هذه السلالة تختلف عن السلالات السابقة السلالات السابقة تطورت أما هذه السلالة فلم تأتي متطورة عن السلالات التي سبقتها الخلط هنا الخلط هنا إن الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق خلقا بيده هذا هو المضمون الذي جاء في سورة سات حينما رفض إبليس السجود لأبينا آدم في الآية الثالثة والسبعين بعد البسملة من سورة سات وما بعدها فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إنه أبونا آدم أبو هذه السلالة التي نحن منها وننتمي إليها أمير المؤمنين يتحدث عن هذه الجهة عن هذا الموضوع إن الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق خلقا بيده وذلك بعدما مضى من الجن والنسناس قد يطلق هذا العنوان النسناس على نوع من القرادة في علم الحيوان ولكن المراد من النسناس هنا ما هو بنوع من القرادة خلق آخر يأتي في وصفه أن النسناس هذا كان يتحرك برجل واحدة وكان يمتلك يدا واحدة وكان يمتلك عينا واحدة إذا أردت أن أقرب وصفه وكأنه نصف إنسان ولم يكن بمستوى عقلي عال مستواه العقل كان هابطا نصف إنسان مثل ما هو نصف في الجانب الجسدي كذلك إدراكه دون إدراك الإنسان قطعا الرواية هنا لا تريد أن تحصر الأنواع التي عاشت على الأرض الأرض عمرها طويل عمرها طويل عمر الأرض طويل عمر الأرض يقاس بالمليارات يقدر بالمليارات قطعا لا يوجد تقدير دقيق ولكن هناك وسائل وآليات لتقدير عمر الأرض يقدرون عمر الأرض بما هو أكثر من أربعة مليارات سنة أما سلالتنا سلالة أبينا آدم فإنها تقاس بآلاف من السنين وبآلاف قليلة من السنين بحسب المعطيات التي عندنا فإن سلالة أبينا آدم إذا أردنا أن نعطيها تأريخا بعيدا فإنها لا تتجاوز عشرة آلاف من السنين لا تتجاوز هذا المقدار إذا أردنا أن نعطيها مقدارا بعيدا هي دون ذلك القرائن المتوفرة لدينا أتحدث عن القرائن القرآنية والروائية أنا أتحدث هنا في مجال اختصاصي في معارف الكتاب والعترة القرائن القرائن المتوفرة لدينا فإن عمر السلالة لا يتجاوز العشرة آلاف من السنين هي دون ذلك قطعا كل المعطيات المتوفرة لدينا إلا إذا استجدت معطيات جديد ولذا فإن التقديرات التي يقدرها علماء طبقات الأرض علماء الجيولوجيا لأعمار الأحفوريات والتي قد يقدرونها بملايين السنين هذه لا علاقة لها بسلالة أبينا آدم ولا أقول من أن كل ما يقوله هؤلاء العلماء هو دقيق لكنني لا أستطيع أن أقول من أن كل ما يقولونه ليس صحيحا لأنهم يستندون إلى حقائق ويستندون إلى وثائق كلامهم ليس كلاما جزافيا يخطئون في بعض الجهات هذا شيء طبيعي لا تكون الأرقام دقيقة إلى ذلك الحد البعيد هذا شيء طبيعي وهم يقولون بهذا هم يقولون من أن الأرقام ليست دقيقة إلى حد الدقة الهندسية والرياضية لأنهم يعتمدون أسلوبا في تشخيص الأعمار الزمنية هناك مادة الكاربون مادة الكاربون موجودة في أجسام الكائنات الحية من الحيوانات أو من النباتات مادة الكاربون بمرور الزمن بمرور الزمن فإن ذرات الكاربون تنحل وتتحول إلى الكاربون المشع إنها النظائر المشعة وعلميا هذه النظائر المشعة لمادة الكاربون تتناقص شيئا فشيئا بمرور الزمن فإذا ما مرت آلاف من السنين لأرقام معينة فإن نسبة الكاربون المشع هذا ستتلاشى إلى النصف وإذا ما تضاعفت المدة ستتلاشى إلى الربع وهكذا بإمكانهم أن يشخص عمر الأحفورية إلى مائة وخمسين ألف من السنين من طريق الكاربون المشع وإذا كان عمر الأحفورية أكثر من ذلك فإنهم سيقيسون عمرها عن طريق البوتاسيوم النظائر المشع للبوتاسيوم يستطيعون يستطيعون أن يقيس عمر الأحفورية إلى الملايين هناك آلية معقدة وهناك برنامج علمي مشخص لديهم صحيح صحيح أنهم لن يحددوا الأرقام بالدقة المتناهية إلى أبعد الحدود لكن الأرقام التي يشخصونها تكون تقريبية هذا مجال علمي واسع لست أنا الذي أتحدث فيه ولا أريد أن أخوض في هذا المجال مع أنني مطلع على معلومات كثيرة بهذا الخصوص لكنني لست من أهل الاختصاص لو أسهبت في الحديث في هذه المعلومات التي أعرفها بحكم ثقافة العامة يمكن لسائل يسألني هل أنت من أهل الاختصاص سأقول لا فيسألني أليس من السفاهة أن تتحدث في مجال لست من أهل الاختصاص فيه أقول إن ذلك عين السفاهة فأنا أشكل على مراجع الشيعة وعلى علماء السنة من أنهم يتحدثون عن نظرية التطور وأمثالها بأسلوب كلامي وتلك هي السفاهة والسخف بعين على أي حال على أي حال فما يبحث في هذا المجال في العلوم المعاصراتي بخصوص طبقات الأرض وبخصوص الأعمار الطويلة والقديمة للأحفوريات هذا الأمر لا يستطيع مطلع على هذه العلوم أن ينكره أعود إلى الرواية إن الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق خلقا بيده وذلك بعدما مضى من الجن والنسناس في الأرض سبعة آلاف سنة قطعا هذه الأرقام نحن لا نستطيع أن نعتبرها كالأرقام الرياضية التي نتعامل بها الآن هذا رقم السبعة رقم له خصوصية في المعارف الدينية أما الآلاف تشير إلى أعلى الأرقام في لغة العرب وأما السنون فلا ندري هل هي من سنواتنا أم هناك حساب آخر لكنها مدة زمانية منضبطة بقياسات مردها إلى خارطة الخلق التي حدثتكم عنها إن كل شيء خلقناه بقدر هناك تقدير هذه هي الآية التاسعة والأربعون بعد البسملة من سورة القمر إن كل شيء خلقناه بقدر إن الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق خلقا بيده وذلك بعدما مضى من الجن والنسناس النسناس كانوا قبل الجن لم يكونوا معا في زمان واحد الروايات حدثتنا بهذا أن الناس كانوا في الأرض وانقرض هذا الجيل فجاء الجن ولا بد أن تعرفوا من أن الجن إذا أرادوا أن يظهروا بأجسامهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك هم يملكون أجساما لكنهم يمتلكون قدرة على إخفاء أجسامهم فيستطيعون أن يتحولوا إلى حالة برزخية ما بين المادة واللا مادة إنها نوع مادة لا توجد حالة برزخية ما بين المادة واللا مادة هذا كلام مجازي كلام تقريبي لكنهم يتحولون إلى مادة أخرى إلى مادة يمكنني أن أقول عنها من أنها مادة أثيرية إلى مادة نحن لا نراها بأعيننا وإلا وإلا فإنهم يتمكنون أن يظهروا بأجسامهم وليس مستبعدا وليس مستبعدا أن تكون هناك أحفوريات لأجسامهم إذا كانوا قد ظهروا بأجسامهم المادية وماتوا بتلك الأجسام أنا لا أقول من أن العلماء تحدثوا عن هذا إنما أحدثكم وفقا للمعطيات الروائية التي عندنا إن الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق خلقا بيده وذلك بعدما مضى من الجن والنسناس في الأرض سبعة آلاف سنة وكان من شأنه خلق آدم فكشط عن أطباق السماوات كشط أي أزال كشف فكشط عن أطباق السماوات وقال للملائكة انظروا إلى أهل الأرض من خلقي من الجن والنسناس النسناس كانوا على الأرض وأزيلوا وبقيت لهم بقايا لأن السلطة والاستخلاف تحول إلى الجن مثلما الآن في الأرض إنس وجن فإذا أراد الملائكة أن ينظر إلى الأرض فإنهم يرون الإنس والجن لكن الذين يتحكمون بالأرض ظاهرا وعلنا هم الإنس إلا أن الجن موجودون نحن نتحدث عن معارفنا الدينية اللا دينيون قد يسخرون من هذا الكلام لكنني أتحدث هنا في ضوء ثقافة دين العترة الطاهرة فكان النسناس وكان هناك مخلوقات أخرى انقرضت سلطة النسناس وجاءت سلطة الجن ولكن هناك نسناس موجود على الأرض إلا أن السلطة الظاهرة للجن وكان من شأنه خلق آدم فكشط عن أطباق السماوات وقال للملائكة انظروا إلى أهل الأرض من خلقي من الجن والنسناس فلما رأوا ما يعملون فيها من المعاصي وسفك الدماء والفساد في الأرض بغير الحق عظم ذلك عليهم عظم ذلك على الملائكة وغضبوا وتأسفوا على أهل الأرض إلى آخر الرواية أنا لا أريد أن أقرأ الرواية بكاملها إنما جئت بها معطا من المعطيات على وجود سلالات من الكائنات الحية التي عاشت على الأرض قبل سلالة أبينا آدم نحن نقرأ أيضا في الجزء الثامن من الكاف الشريف إنها طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والسبعين بعد المئة إنه الحديث الرابع والسبعون بعد المئتين بسنده بسند الكليني عن ابن عباس قال سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن الخلق فقال خلق الله ألفا ومئتين في البر وألفا ومئتين في البحر ولا ندري متى كانها أولى وكم هي الفترات الزمانية التي عاشوها وانقرضوا بعد ذلك خلق الله خلق الله ألفا ومئتين في البر إنها كائنات حية برية وألفا ومئتين في البحر كائنات حية مائية وأجناس بني آدم سبعون جنسا وأجناس بني آدم سبعون جنسا هذا ما هو آدم أبونا آدم أبونا يأتي هنا والناس هذه السلالة ولد آدم والناس هذه السلالة ولد آدم ما خلا يأجوج ومأجوج وفي أحاديثهم فإن يأجوج ومأجوج ليسوا في الأرض هم في الفضاء أحاديث العترة أخبرتنا عن يأجوج ومأجوج من أنهم في الفضاء وليسوا في الأرض المفسرون حائرون يبحثون عن سد يأجوج ومأجوج إنه ليس في الأرض إنه في هذا الكون الفسيح في جهة من جهات هذا الكون الفسيح حديث العترة هكذا يقول سُئل أمير المؤمنين عن الخلق فقال خلق الله ألفاً ومئتين في البر أنواع هذه أنواع من المخلوقات منها الحيوانات ومنها أنواع الجن ومنها أنواع النسناس ومنها ومنها خلق الله ألفاً ومئتين في البر كائنات حية برية وألفاً ومئتين في البحر كائنات حية بحرية وأجناس بني آدم سبعون جنساً والناس الناس أو والناس والناس ولد آدم القراءتان صحيحتان والناس ولد آدم نحن ما خلا يأجوج ومأجوج لماذا ذكر يأجوج ومأجوج لأن يأجوج ومأجوج مرتبط بسلالتنا بعد عصر الرجعة العظيمة وعند أشراط الساعة فإنهم سينزلون إلى الأرض وحيث بقايا السلالة الآدمية من جنسنا لهذا ذكر أمير المؤمنين يأجوج ومأجوج سيتعايشون على الأرض في فترة الأشراط أشراط الساعة الرواية الرواية قصيرة لكنها مشحونة بالمعلومات خلق الله ألفا ومئتين في البر وألفا ومئتين في البحر وأجناس بني آدم سبعون جنسا آدميون بشريون لكننا لسنا منهم نحن سلالة أخرى نحن سلالة الناس والناس ولد آدم ما خلى يأجوج ومأجوج وماذا نقرأ أيضا في وسائل الشيعة للحر العاملي المتوفى سنة ألف مية وأربعة للهجرة هذا هو الجزء الحادي عشر من طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدس في الصفحة الثانية بعد العاشرة إنه الحديث الثاني عشر من الباب الأول باب وجوب الحج على كل مكلف مستطيع الرواية عن زرارة ابن أعين قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه جعلني الله فداك أسألك في الحج منذ أربعين عاما فتفتيني فتفتيني ألا نهاية لفتاوى الحج باب الحج وسيع أحكامه كثيرة زرارة يقول للصادق صلوات الله عليه جعلني الله فداك أسألك في الحج منذ أربعين عاما فتفتيني فقال يا زرارة انتبهوا إلى كلمة إمامنا الصادق فقال يا زرارة بيت حج إليه قبل آدم بألف عام تريد أن تفنى مسائله في أربعين عاما الأحكام كثيرة موطن الحاجة هنا بيت حج إليه قبل آدم بألف عام إذن هناك مخلوقات عاقلة قد يكون المستوى العقلي لها دون المستوى العقلي في سلالتنا هناك كائنات عاقلة مكلفة وكانت تكلف بالحاج فالرواية لا تتحدث عن حج الملائكة الملائكة يحجون الرواية لا تتحدث عن حج الملائكة القرينة بقية الروايات والأحاديث ما مر علينا وما سيأتي الجن مكلفون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الجن مكلفون وأنا هنا لا أتحدث عن الجن فقط هناك سلالات كثيرة كانت قبلنا نحن سلالة متأخرة سلالة حديثة العهد بهذه الأرض والأرض قديمة قديمة قد يكون عمرها أكثر من هذا الذي يتحدث عن علماء الجيولوجيا وربما لو تطورت وسائل الكشف والتحقيق سيشخصون أرقام جديدة تكون أكبر من الأرقام التي حددوها من أن عمرها يتجاوز أربعة مليارات من السنين جعلني الله في ذاك أسألك في الحج منذ أربعين عاما فتفتيني فقال يا زرارة بيت حج إليه قبل آدم بألف عام تريد أن تفنى مسائله في أربعين عاما بألف عام نحن لا ندري ما المراد من الأعوام هنا هل هي الأعوام التي نعرفها هذا هذا مستبعد مستبعد جدا لأن النصوص إذا أردنا أن نجمعها لا تشي بأنها تتحدث عن الأعوام التي نعرفها في حساباتنا وتقاويمنا وماذا أيضا نقرأ في كتاب الخصال للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في صفحة الثالثة والتسعين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الخامس والأربعون بسنده بسند الصدوق عن محمد بن مسلم وهو من كبار أصحاب الأئمة صلوات الله عليه عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه يقول لقد خلق الله عز وجل في الأرض منذ خلقها أو منذ خلقها منذ خلقها سبعة عالمين سبعة عالمين جمع لعالم سبعة عالمين ليسهم من ولد آدم خلقهم من أديم الأرض الرواية التي مرت علينا قبل قليل من أن بني آدم سبعون جنسا والناس ولد أهدم هؤلاء هم الذين خلقوا من أديم الأرض ونحن لا ندري كم عمر عمر هذا العالم وكم فيه من الأجناس لقد خلق الله عز وجل في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين ليسهم من ولد آدم خلقهم من أديم الأرض فأسكنهم فيها واحدا بعد واحد مع عالمه ثم خلق الله عز وجل آدم أبا هذا البشر وخلق ذريته منه ولا والله ما خلت الجنة من أرواح المؤمنين منذ خلقها ولا خلت النار من أرواح الكفار والعصات منذ خلقها عز وجل هذا حديث عن جنة ونار في عالم البرزخ لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع فإنه خارج عن بحث حلقتنا هذا الرواية واضحة هناك عوالم هي آدمية أيضا لأنها خلقت من أديم الأرض من تراب الأرض إنها شبيهة بسلالتنا لكن سلالتنا ليست متطورة عنها الخلط والخبط إذا نظرنا إلى الروايات فإن الخلط والخبط في نظرية التطور ينشأ من هنا ينشأ من هنا لقد خلق الله عز وجل في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين ليسهم من ولد آدم خلقهم من أديم الأرض نحن أيضا خلقنا من أديم الأرض ولكننا سلالة مختلفة ثم أنشأناه خلقا آخر حقائق القرآن وحقائق أحاديثهم واحدة وواضحة ألا لعنة على المنهج الطوسي الذي دمر أحاديث العترة الطاهرة وفرق ما بين القرآن وحديثهم الشريف لقد خلق الله عز وجل في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين ليسهم من ولد آدم خلقهم من أديم الأرض فأسكنهم فيها واحدا بعد واحد مع عالمه ثم خلق الله عز وجل آدم أبا هذا البشر هذه السلالة وخلق ذريته من إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة في الكتاب نفسه في صفحة التاسعة والتسعين بعد الستمئة إنه الحديث الرابع بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن لله عز وجل إثنى عشر ألف عالم كل عالم منهم أكبر من سبع سماوات وسبع أراضي ما ترى عالم منهم أن لله عز وجل عالما غيرهم وأنا الحجة عليهم هذه لا علاقة لها بنظرية التطور بشكل مباشر لكن الرواية تحدثنا من أن الله خلق خلقا كثيرا لسنا نحن وحدنا في هذه الأرض نحن جئنا متأخرين وقبلنا على الأرض سلالات وسلالات وسلالات عوالم كثيرة سبقتنا على هذه الأرض نحن في آخر السلالات صفحة سبعمية واثنعاش إنه الحديث الرابع والأربعون بسنده بسند الصدوق عن جابر بن يزيد إنه الجعفي رضوان الله تعالى عليه قال سألت أبا جعفر الباقرة صلوات وسلام عليه سألت أبا جعفر سأله عن الخلق الأول الذي جاء مذكورا في الكتاب الكريم فقال يا جابر يا جابر تأويل ذلك أن الله عز وجل إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم وأسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جدد الله عز وجل عالما غير هذا العالم وجدد عالما من غير فحولة ولا إناث يعبدونه ويوحدونه وخلق لهم أرضا غير هذه الأرض تحملهم وسماءا غير هذه السماء تضلهم لعلك ترى أن الله عز وجل إنما خلق هذا العالم الواحد وترى أن الله عز وجل لم يخلق بشرا غيركم بل والله لقد خلق الله تبارك وتعالى ألف ألف عالم وألف ألف آدم أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين إذن عملية الخلق ليست محصورة في شجرة الحياة التي يتصورها دارون نحن سلالة متأخرة في عالمنا الأرض وسبقتنا سلالات وسلالات وسلالات وفي الكون هذا مخلوقات أعظم منا وأكثر منا عددا وما بعد هذا الكون أكوان هذه أحاديث أهل البيت واضحة وصريحة جدا لا أريد أن أخوض في كل المعطيات وكل التفاصيل لأن المقام ما هو بمقام تفصيل المقام مقام إجاز نذهب إلى فاصل هذا هو الجزء الرابع والخمسون من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والثلاثين بعد الثلاثمئة إنه الحديث الحادي والعشرون بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أبو حمزة يقول قال لي أبو جعفار ليلة في ليلة من الليالي وأنا عنده ونظر إلى السماء فقال يا أبا حمزة هذه قبة أبينا آدم هذا مصطلح من مصطلحات ثقافة العترة الطاهرة المرحلة الزمانية والمكانية منذ أن خلق أبونا آدم واستخلف في الأرض سميت هذه المرحلة بقبة آدم زمانا ومكانا يا أبا حمزة هذه قبة أبينا آدم وإن لله عز وجل سواها تسعة وثلاثين قبة فيها خلق ما عصوا الله طرفة عين إذن حينما نتحدث عن أبينا آدم سلالة خاصة ومرحلة خاصة عبر عنها بقبة آدم إنها قبة أبينا آدم يا أبا حمزة هذه قبة أبينا آدم وإن لله عز وجل سواها في مواطن أخرى من هذا الكون الفسيح الوسيع وإن لله عز وجل سواها تسعة وثلاثين قبة فيها خلق ما عصوا الله طرفة عين الروايات بهذا الشأن وبهذا الخصوص وفيرة ما عرضته لكم عرضت نماذج من كل جهة من جهات المعاني من كل حيثية من حيثيات المضامين كي أستطيع أن أرسم لكم صورة تقريبية صار واضحا من أننا من سلالة لا علاقة لها بالسلالات الماضية وصار واضحا من أن السلالات الماضية كانت قبلنا وهي سلالات كثيرة ويبدو من مجموع القرائن فإن نظام التطور كان كان حاكما عليها ومر علينا في كلام أمير المؤمنين الذي قرأته عليكم من تفسير القمي من أن الله أراد أن يخلق خلقا بيده أن يخلق خلقا من دون أن يمر بمراحل التطور أن يخلق خلقا مميزا هذه سلالة أبينا آدم السلالة التي نحن منها إذن ما هي النتيجة التي نسجلها نسجل التالي من أن نظرية التطور فيها الكثير من الحقائق بحسب ثقافة العترة الطاهرة لأن السائل هكذا سألني ما هو موقف أهل البيت من نظرية التطور نظرية التطور فيها الكثير من الحقائق وهي لم تكتمل بعد الدليل على أنها لم تكتمل بعد فإن النظرية من بعد داروين تطورت وتعمقت وتسعت ولا زال أمامها مجال كثير أن تتسع وأن تتطور وأن تتعمق وأن تصل إلى شيء جديد من الحقائق فهناك الكثير من الحقائق الصحيحة في هذه النظرية وهناك الكثير من الباطل فيها وهناك خلط وخبط إنني لا أقيم النظرية وفقا لعلم الكلام ولا أقيم النظرية على أنني عالم أحيائي أنا أتحدث بحسب منطقي ثقافة دين العترة الطاهرة قد ينظر إلى كلامي هذا من أنه ليس صحيحا من وجهة نظر الآخرين أنا أتحدث من وجهة نظر ثقافة دين العترة الطاهرة بحسب المعطيات المتوفرة لدينا ومثلما العلماء التطوريون لم تتوفر لهم كل المعطيات نحن أيضا نحن في ثقافة العترة الطاهرة لم تتوفر لنا كل المعطيات صحيح أن الذي توفر لدينا يكفينا أن نرسم صورة صحيحة على الأقل من وجهة نظرنا على الأقل من وجهة اعتقادنا لكن الكثير من المعطيات لم تصل إلينا إما أن الأئمة لم يبينوها وإما أنها ضاعت مع كثير من المعطيات والحقائق والوثائق التي ضاعت ضاعت بطريقة متعمدة أم أنها ضاعت بطريقة ليست متعمدة إنما هو الإهمال والتضييع إذن نظرية التطور فيها حقائق نقبلها وفيها أمور نرفضها نصوص الكتاب وأحاديث العترة تتحدث عن أن قانون التطور يتحرك في هذا العالم وهناك تطور في الأنواع نفسها مثل ما قرأت عليكم من سورة المؤمنون إلا أنه تطور منضبط وثابت بقانون ولاية الله وواضح في نصوصنا القرآنية والحديثية أن سلالات قبلنا تلك هي التي يتحدثون عن التطور فيها أما سلالتنا هذه والتي ما هي بسلالة قديمة هذه سلالة لها خصائصها لما أراد الله أن يخلق خلقا بيده إنه أبونا آدم الرواية التي قرأتها عليكم من الكاف الشريف من أن أجناس بني آدم سبعون أما الناس فهم ولد آدم ولد أبينا آدم مثل ما جاء في تعبير آخر إنه أبونا آدم أبو هذا البشر كل هذا مر علينا وقرأته عليكم من هذه المعطيات المعصومية الواضحة أعتقد أن الجواب صار واضحا وأن الصورة صارت بينة أكتفي بهذا وإذا ما سنحت لي فرصة في قادم الأيام ربما أتناول هذا الموضوع بنحو مستفيد جدا حيث أتتبع كل النصوص التي وردت في كتبنا الحديثية بهذا الخصوص أتمنى أن يكون الجواب نافعا ومفيدا نذهب إلى فاصل رسالة أخرى تشتمل على أسئلة مجموعة من الشباب يسألونها السؤال الأول إذا كان النبي صلى الله عليه وآله بعث لكل العالم فلماذا لم يرسل الرسائل والرسل لتبليغ رسالته لكل العالم مثل الهند والصين وأوروبا وأمريكا وهكذا سؤال منطقي ومن حق السائلين أن يطرحوا هذا السؤال إذا كان النبي صلى الله عليه وآله بعث لكل العالم فلماذا لم يرسل الرسائل والرسل لتبليغ رسالته لكل العالم مثل الهند والصين وأوروبا وأمريكا وهكذا لأن الذي يقرأ السيرة ويقرأ التعريخ فإن عمل النبي كان محصورا في جزيرة العرب صحيح أنه أرسل بعض الرسائل إلى ملوك العالم لكن السائلين يسألون عما هو أكبر من ذلك لماذا لم يتواصل مع سائر الشعوب والأمم الأخرى نحن إذا أردنا أن نتحدث عن أي مؤسسة أو عن أي دولة أو عن أي مجموعة أكانت اقتصادية علمية إذا أردنا أن نتحدث عن هذه الأمثلة التي أشرت إليها لا بد أن نعرف طبيعتها وأن نعرف القوانين التي تلتزم بها فإذا كان حديثنا عن رسالة نبينا صلى الله عليه وآله لابد أن نعرف الموضوع من داخله لا أن نحكم عليه من الخارج رسالة النبي إنني أحدثكم بحسب دين العترة الطاهرة لا شأن لي بما تعتقده سقيفة بني ساعد ولا شأن لي بما تعتقده سقيفة بني طوسي إنني أحدثكم عن دين العترة الطاهرة وعن ثقافة العترة الطاهرة النبي حينما كان في مكة بداية مرحلة التنزيل ثم انتقل إلى المدينة نهاية مرحلة التنزيل إذن هناك مرحلتان مرحلة مكة ومرحلة المدينة هاتان المرحلتان تشكلان مرحلة كبيرة هي مرحلة التنزيل تنزيل المدينة نسخ تنزيل مكة فدين المدينة يختلف يختلف عن دين مكة دين مكة كان دينا بدايا ابتدائيا دين المدينة صار دينا تفصيليا دينا متطورا عن الدين الذي كان في مكة وبانتهاء وبانتهاء مرحلة التنزيل في مكة بدأت مرحلة جديدة إنها مرحلة التأويل والتي بدأت منذ بيعة الغدير دين محمد صلى الله عليه وآله مثلما نسخ الأديان السابقة فإن مرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل من ومرحلة التنزيل تجتمل على مرحلتين المرحلة الثانية وهي مرحلة المدينة نسخت مرحلة مكة حينما دخلنا في مرحلة التأويل حينما أتحدث عن التأويل إنني لا أتحدث عن علم يقال له علم التأويل إنها مرحلة بكل تفاصيلها أنا أتحدث هنا عن الدين عن الدين وليس عن علم يقال له التأويل لأن النبي صلى الله عليه وآله حين قال لعلي ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم على التنزيل ما كان يقصد من أنك ستقاتلهم على علم التأويل لأن النبي لم يكن يقاتلهم على علم التنزيل وإنما كان يقاتلهم على الدين كله بكل تفاصيله وعلم التنزيل علم من علوم الدين التنزيل مرحلة إنه الدين كله التنزيل قد يطلق على القرآن التنزيل قد يطلق على تفسير القرآن هذا علم حينما يطلق التنزيل على القرآن هذا علم علم القرآن وحينما يطلق التنزيل على تفسير القرآن هذا علم تفسير القرآن لكن النبي حين يقول لعلي صلى الله عليهما وآلهما ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم على التنزيل إنه يتحدث عن الدين كله فإن النبي قاتل بخصوص الدين كله لا بخصوص علم التنزيل التأويل مرحلة بدأت منذ بيعة الغدير حيث اكتمل الدين ومرحلة التأويل مرحلة تدريجية كلما تقدم الزمان كلما صار الدين أعماق ولذا أنزلت سورة التوحيد والآيات من سورة الحديد وأمثال ذلك أنزلت للمتعمقين في آخر الزمان في أول زمان الدين لم يكن هناك متعمقون وإذا كانوا فهم نماذج خاصة لكن حينما تتقدم مرحلة التأويل فإن الأجواء تسمح بوجود متعمقين ولذا أنزل الله إليهم سورة التوحيد الآيات من سورة الحديد وأمثال ذلك من كتاب الله مرحلة التأويل تدريجية يتكامل التأويل التكامل الأول عند ظهور إمام زماننا ثم يترقى التأويل شيئا فشيئا حتى يصل إلى أعلى مراحل التكامل الثاني في الدولة المحمدية في آخر عصر الرجعة العظيمة هناك تتجلى رسالة نبينا القرآن واضح واضح القرآن واضح جدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هذا لم يتحقق لحد الآن وإنما كانت الرسالة في بدايتها كانت مرحلة تمهيدية بالضبط مثلما كانت مرحلة مكة تمهيدية لمرحلة المدينة فلما وصلنا إلى مرحلة المدينة نسخات مرحلة مكة وحينما اكتمل تبليغ الواحي رحل نبينا عن الدنيا وقبل أن يرحل بدأت مرحلة التأويل والبداية من بيعة الغدير مرحلة التأويل يتسيدها أئمتنا صلوات الله عليه منذ بيعة الغدير إلى زمان ظهور الحجة بن الحسن حيث يتكامل التأويل في المرحلة الأولى في المرحلة المهدوية القائمية وهي تمهيد للدولة المحمدية العظمى التي تستمر خمسين ألف سنة إنها جنة الأرض وتسبقها دولة علي التي عبر عنها بدولة الدول ليس الحديث هنا عن دول كالدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة المراد من الدولة مرحلة زمانية بكل تفاصيلها تكون منسجمة ومتوافقة مع الذي يريده صاحب الدولة وتلك الأيام نداولها بين الناس إنها السنن الإلهية الحاكمة دولة محمد هي جنة الأرض ودولة علي هي دولة الدول الدول التي سبقتها وهي دول الأئمة التي تبدأ بالدولة الحسينية بعد انتهاء العصر القائم ليظهره على الدين كله المقطع الزماني منذ بداية هذه السلالة والتي حدثتكم عنها قبل قليل إنها سلالة أبينا آدم المقطع الزماني منذ بداية هذه السلالة إلى وقت الظهور لا قيمة له إنها جولة الباطل من يوم الخلاصي إلى نهاية الدولة المحمدية العظمى الزمان طويل 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 جدا فتكون هذه المدة منذ نزول أبينا آدم إلى الأرض إلى يوم الخلاص حتى وإن كانت آلافا من السنين لا قيمة لها لا قيمة لها إنها مقدمة لدولة الحق هذه جولة الباطل هي دولة الباطل هي جولة الباطل دولة الباطل جولة ليس طويلة أما دولة الحق هي الدولة الطويلة التي تبدأ بيوم الخلاص وتنتهي بنهاية الدولة المحمدية العظمى التي هي جنة الأرض هناك تتحقق رسالة نبينا ليظهره على الدين كله النبي في مرحلة التنزيل قام بالجهد الذي يناسب تلك المرحلة هي مقدمة لمرحلة التأويل التدريجي ولذا فإنه لم يرسل الرسل إلى كل الأمم بنحو علني واضح هذا إذا تحدثنا في الجانب الظاهري من الرسالة المحمدية نحن هكذا نخاطبهم من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم الجانب الباطني للرسالة المحمدية فإنه صلى الله عليه وآله يتصل بألطافه الخفية بكل الأمم قد تقولون كيف يتحقق هذا إنه التغيير النفسي التدريجي لتلك الأمم لقبول الحقيقة قد تقولون من أن الناس ترفض الدين وترفض الإسلام أي إسلام تتحدثون عن إسلام محمد ليس موجودا الناس ترفض دين صحابة وإذا كانوا يرفضون دين الشيعة إنه دين الطوس الرفض الموجود هو لدين الصحابة ودين الطوس دين محمد ليس موجودا دين محمد سيظهر عند ظهور إمام زماننا أما هذا الذي نتحدث عن إنها محاولات كي نكون قريبين قريبين من فناء من أفنية دين العترة الطاهرة دين محمد هو دين القائم المهدي هذا هو دين محمد صلى الله عليه وآله الناس ترفض الإسلام من حقهم أي إسلام هذا إسلام الصحابة هذا الإسلام الأعرابي الوسخ أم هو إسلام الطوسيين إسلام السفاهة والسخف إسلام محمد صلى الله عليه وآله هو إسلام الحجة بن الحسن والذي سيظهر في يوم الخلاص أما نحن فإننا نحاول أن نتشبث بشيء من دينهم أن نتمسك بشيء من ثقافتهم هذه هي الحقيقة من الآخر الطاف محمد صلى الله عليه وآله جارية حتى في زماننا لماذا نسلم عليه في صلواتنا هل هو ميت إذا كان ميت كيف نسلم على ميت عندكم عقول أو لا نحن في خاتمة كل صلاة نسلم على رسول الله هل هو ميت إذا كان ميت لماذا نسلم عليه ما هذه العقول السخيفة هل يسمعنا أو أنه لا يسمعنا إذا كان لا يسمعنا لماذا نسلم عليه ما هذه السخافة إذا كانت القضية رمزية فإننا نستطيع أن نفعلها في السنة مرة واحدة في الشهر مرة واحدة في كل صلاة يوميا نسلم على رسول الله لماذا نسلم عليه لأنه حي لأنه يسمعنا لأنه ينظر إلينا لأنه يرد علينا لأنه يدقق في سجلاتنا لأنه يتواصل مع الخلق تواصلا خفيا بألطافه الخفية لهذا نسلم عليه وإلا لا معنى للسلام عليه فرسالة نبينا ستتحقق عند ظهور إمام زماننا هذا التحقق الأول وهو مقدمة للتحقق الأعظم هذه الآية التي تكررت في الكتاب الكريم ثلاثا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله جاءت في سورة التوبة وفي سورة الفتح وفي سورة الصف هذه الآية تخبرنا من أنها ستتحقق في يوم الخلاص هذا التحقق الأصغر أما التحقق الأعظم فإنها ستتحقق في الدولة المحمدية العظمى نذهب إلى فاصل حين يقول القرآن في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا القرآن يتحدث هنا عن حقيقة واضحة من أن الإسلام لم يكن كاملا في مرحلة التنزيل وإنما اكتمل في مرحلة التأويل فهل كان هذا الاكتمال اكتمالا فعليا هذا الاكتمال كان اكتمالا فعليا من جهة من حيثية بوجود المعصوم بوجود أمير المؤمنين بوجود الأوصياء من بعد رسول الله وكان الاكتمال اكتمالا استعداديا ما يقال عنه اكتمال بالقوة بما أن سلسلة المعصومين ستستمر إلى قائم آل محمد حيث يكتمل الاسلام الحقيقي عند ظهور امام زماننا فهذه المرحلة التأويلية التدريجية تجعل الواقع مستعدا للوصول إلى مرحلة تكامل الاسلام في يوم الخلاص في زمان كل امام لو أن الفرصة اتيحت للامام المعصوم في كل زمن من ازمنتهم صلوات الله عليهم لكان الامة هم الذين يؤدون دور الرسول صلى الله عليه وآله في ارسال الرسائل والرسل الى سائر الامم لكن الظروف الزمانية هي التي حالت فيما بينهم وبين هذا الامر كانوا يقومون بحسب المساحة المتاحة وبحسب الامكانات المتوفرة لأن الامة اشتغلوا وفقا لهذا القانون الذي بيّنه لنا امامنا الصادق صلوات الله عليه أبالله إلا أن تجري الأمور بأسبابها الأئمة اشتغلوا بالأسباب المتوفرة العادية ولم يتجاوزوا هذه الأسباب إلى ولايتهم بإمكانهم أن يوفروا الأسباب التي يريدونها لكن هذا سيجعل الحجة ضعيفة على الناس إنما تكون الحجة قوية على الناس في مرحلة التأويل التدريجي حينما يكون المعصوم الذي يمتلك ولاية على الأشياء يكون متصرفا بحسب الأسباب الطبيعية لتوثيق الحجة على الناس من أن الأئمة هكذا فعلوا وهكذا قالوا وكانت الظروف التي تحكمهم هكذا وهكذا وهكذا أعتقد أن الصورة صارت واضحة وأن الجواب صار مناسبا لسؤال الذي قرأته عليكم لذا سأنتقل إلى السؤال الثاني السؤال الثاني معاجز أهل البيت عليهم السلام ما هو الدليل عليها الآن في زماننا إنها المعاجز التي حدثت في أيامهم في عصر الحضور معاجز أهل البيت عليهم السلام ما هو الدليل عليها الآن في زماننا وكيف نثبت ذلك للغربيين واليابانيين وغيرهم وكذلك لنا كشباب نعيش في هذا الزمان وبالوثائق أي سؤال هذا أعيد قراءة السؤال من حقهم أن يسألوا ليس هناك من نوع من أنواع الأسئلة يكون ممنوعا في ثقافة العترة الطاهرة ثقافة العترة الطاهرة ثقافة العقل الحر إنها ثقافة مفتوحة على جميع الاتجاهات الأجوبة التي تقدمها ثقافة العترة الطاهرة ليس بالضرورة أن تقبل من الجميع لكن ثقافة العترة الطاهرة ليست عاجزة عن أن تجيب على كل سؤال الآخرون يقبلون الجواب يرفضون الجواب هذا شأنهم وتلك مشكلتهم لأن قبول الأجوبة وقبول الحقائق وقبول المعتقدات يحتاج إلى مقدمات نفسية عند الإنسان ويحتاج إلى مقدمات علمية وثقافية ويحتاج إلى رغبة حقيقية في معرفة الحقيقة ويحتاج كذلك إلى أنس بالأجوبة التي تطرح وبالطريقة التي تبين بها السؤال هكذا يقول معاجز أهل البيت عليهم السلام ما هو الدليل عليها الآن في زماننا وكيف نثبت ذلك للغربيين واليابانيين وغيرهم وكذلك لنا كشباب نعيش في هذا الزمان وبالوثائق مرة نتحدث عن أنفسنا نحن الذين نقول نقول من أن ديننا هو دين العترة الطاهرة ومرة نتحدث عن آخرين عن الآخر مثل ما جاء في السؤال الغربيون اليابانيون والآخرون فمرة نتحدث عن أنفسنا نحن الذين ندعي أننا على دين العترة ومرة نتحدث عن الآخرين بالنسبة بالنسبة لنا فإن المعاجز هذه تكون ثابتة عندنا حينما نكون على تواصل مع ثقافة العترة الطاهرة حينما نكون على تواصل مع ذكر العترة الطاهرة والحديث عن شؤونهم لأننا حين نتعايش مع ثقافتهم وحينما نعيش في أجوائهم التي نقوم نحن بصناعتها وبتكوينها وبنائها وهندستها فإن الأمر سيكون سهلا بالنسبة إلينا خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك التجربة الدينية المعاناة الدينية حقائق العقيدة وحقائق الثقافة العقائدية تحتاج إلى تجربة تحتاج إلى معاناة نفسية وصلنا إلى فاصل الأذان النجفي نذهب إلى هذا الفاصل وبعد الفاصل أعود إليكم عن سنان بن طريف عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إن الله ثلاثا أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا أشهد أن علي أمير المؤمنين حقا ثلاثا حياكم الله قبل الفاصل كنت أجيب على السؤال الثاني من أسئلة الرسالة التي بين يدي والذي يدور حول معاجز أهل البيت التي تحققت في أيامهم في زمن الحضور معاجز أهل البيت عليهم السلام ما هو الدليل عليها الآن في زماننا وكيف نثبت ذلك للغربيين واليابانيين وغيرهم وكذلك لنا كشباب نعيش في هذا الزمان وبالوثائق فقلت مرة نتحدث عن أنفسنا ومرة نتحدث عن الآخر حينما نتحدث عن أنفسنا فإن المعاجز هذه تكون ثابتة لدينا من خلال تواصلنا مع ثقافة العترة الطاهرة ستكون أموراً بديهية لكن إذا كان فيما بيننا وبين ثقافة العترة الطاهرة حاجز فاصل مسافة فإن حالنا سيكون كحال الآخر سأجيب حينما يكون الكلام عن الآخر لكننا إذا كنا على تواصل مع ثقافة العترة الطاهرة فماذا يعني ذلك يعني أننا نفكر بالطريقة التي تتناسب مع ثقافة العترة وهي الطريقة التي يريد منا أئمتنا أن نفكر بها كل مجموعة في هذا العالم لها طريقة تفكر بها أتحدث عن المجموعات العقائدية أتحدث عن المجموعات التي تتبنى فكرا خاصا بها كل مجموعة لها طريقتها في التفكير نحن أيضا إذا كنا نتواصل مع ثقافة العترة الطاهرة وبصدق وحب فإن طريقة من التفكير ستكون معتمدة عندنا إذا كنا متواصلين مع ثقافة العترة ويضاف إلى هذا التجربة الدينية إنها المعاناة النفسية بغض النظر عن المجموعات المختلفة نحن في واقعنا الشيعي وهذا أمر معروف في الوسط الشيعي عموما نحن في واقعنا الشيعي هناك الكثير والكثير من الكرامات إما أن تتحقق في حياتنا وإما أن تتحقق في حياة الآخرين مرة نتلمسها في حياتنا ومرة نتلمسها في حياة الآخرين وعينما أتحدث عن الكرامات إنها معجزات أمور يعجز الإنسان عن الإتيان بها وتتحقق له فماذا تسمون هذا حتى لو كان الأمر بسيطا من نظر الآخرين لكنه بالنسبة إليه هو أمر معجز في أجوائنا الدينية الشيعية في الماضي وفي الحاضر الشيعة يعرفون هذا هناك الكثير من الكرامات تتحقق في حياتنا إما في حياة الشخص نفسه أو في حياة الناس من حوله حينما نشدد العلاقة والرابطة بمحمد وآل محمد ربما الآخرون يكذبون هذا ربما الآخرون يعدون هذا من أكاذيب الشيعة ربما الآخرون يعدون هذا من أوهام وهلوسات الشيعة ربما وربما وربما ولكننا نعرف الحقيقة هناك كرامات كثيرة تحدث في حياتنا تارة في الحياة الشخصية لكل واحد مننا من الذين يتواصلون ويرتبطون رباطا وثيقا في أجواء محمد وآل محمد يرتبطون بثقافتهم وبعقائدهم وبشعائرهم وبأجوائهم هناك الكثير من الكرامات والتي هي أمور يعجز عنها الشخص يعجز عن الوصول إليها يعجز عن إتيانها لكنها تتحقق له من دون أسباب من دون سعي من دون مساعدة الآخرين إنها معجزات والمعجزات أمور نسبية ربما ينظر الرأي من بعيد لا يراها معجزة لأنه لا يعرف أسرار الذي وقع لا يعرف التفاصيل بالنسبة للشخص الذي وقعت له فإنه يعرف فيما بينه وبين نفسه هذه معجزة تحققت له من قبل أئمته أنا لا أتحدث عن أوهام ولا أتحدث عن ظنون ولا أتحدث عن هلوسات ولا أتحدث عن أكاذيب وافتراءات أتحدث عن حقائق هذه الأمور نحن لمسناها في حياتنا أنا لمستها شخصيا في حياتي وفي حياة الناس من حولي وفي حياة الكثيرين عبر هذا العمر وعبر هذه التجربة الدينية إذا جمعنا ما بين الثقافة وما بين التجربة الدينية وهي ليست خاصة بأحد وحينما تحدث لأحد من الشيعة لا يعني أن هذا الشيعية ليس بمخطئين ولا يعني أن هذا الشيعية صار مقربا من المقربين أبدا هذه أمور تحدث عند الكثيرين وأكثر الشيعة في الأجواء الولائية يعرفون هذا وهذا ما هو بأمر غريب البعيدون عن هذا الواقع ربما يستغربون هذا الأمر فإذا ما جمعنا ولذلك قلت إذا كنت أتحدث عننا وليس عن الآخر فإن المعاجز هذه التي ذكرت في الروايات والأخبار تكون ثابتة عندنا بل من الأمور البديهية والبديهية جدا مثلما يقرأ حمزة زغير في إحدى قصائده يخاطب أمير المؤمنين والقصيدة من نظم كاظم منظور الكربلائي ما نعتجب بيك ما نعتجب بيك ندرب قدرتك من قدرة الله تحرك الافلاك ما نعتجب بيك نحن لا نعجبه يا أمير المؤمنين ما نعتجب بيك ندرب قدرتك من قدرة الله حرق الأفلاك فحينما أتحدث عن أنفسنا عنا حينما نتواصل مع ثقافتهم ونضيف إلى ثقافتهم تجربتنا الدينية فهذه المعجزات وما هو أعظم منها تكون أموراً بديهية لا نحتاج إلى دليل لإثباتها لأن الثقافة التي نتواصل معها ولأن التجربة الدينية والمعاناة النفسية كل هذا يجعل الأمر معجوناً في أذهاننا مطبوخاً في عقولنا لا نحتاج إلى أدلة وإلى براهين فالثقافة هي برهاننا والتجربة الدينية هي أقوى من البرهان أقوى من البرهان من البرهان العلمي ألا يقولون ألا يقولون ألا يقولون من أن التجربة هي أعظم برهان وأقوى برهان جمعاً بين التواصل الثقافي مع العترة الطاهرة وبين التواصل المعنوي الديني وحيث المعاناة النفسية والتجربة الدينية فإن المعاجز التي يتحدث عنها السؤال تصبح أموراً بديهية بل من أبده البديهيات أما إذا كان الحديث عن الآخر الحديث عن الآخر سيكون مختلفاً الآخر أليس عنده تأريخ وهناك الكثير من الوقائع والأحداث منها الوقائع الاعتيادية ومنها الوقائع الغريبة هناك أناس عاديون في تأريخ كل الأمم من قادة عسكريين إلى أطباء إلى شعراء وهناك نماذج مميزة هناك النوابغ من السياسيين من العسكريين من الأطباء من الشعراء من الفيزيائيين من الجغرافيين من الفنانين إلى غير ذلك فما ينقل عنهم كيف يصدقه الغربيون اليابانيون الآخرون لأن السؤال ذكر الغربيين واليابانيين كيف يصدق هؤلاء بهذه الوقائع إنه التأريخ وكيف يتعاملون مع التأريخ عندهم وسائلهم للتأكد من هذه المعلومات الأمر هو هو يجري مع معاجز أهل البيت لقد ذكرت في الكتب فالكتب موجودة والوقائع مؤرخة فمثلما تثبت التفاصيل في تأريخ أممهم عنده إذا أرادوا أن يتأكدوا من هذه الوقائع عليهم أن يطبقوا الأسلوب الذي يطبقونه في إثبات الوقائع والتفاصيل التي قد تكون دينية قد تكون سياسية قد تكون أدبية قد تكون عسكرية قد تكون وقد تكون عندهم تأريخ وعندهم أسلوب في التأكد من هذه الوقائع إذا أرادوا أن يتأكدوا فإن التأريخ موجود عندنا وعليهم أن يطبقوا أسلوبهم في البحث قد تصبح هذه الأشياء ثابتة عندهم وقد لا تصبح ثابتة عندهم هذا أمر راجع لطريقة بحثهم وتحقيقهم أما أما إذا دخلوا في جونا وصاروا جزءا من عندنا الأمر هو هو التواصل مع الثقافة مع التجربة الدينية فإن الأمور ستصبح بديهية وهذا هو الواقع الذي نعيش فيه إجابة إجمالية يمكنني أن أفصل أكثر ولكنني أعتقد أن الإجابة إلى هذا الحد كافية لذا سأنتقل إلى السؤال الثالث من الرسالة نفسها ومن أسئلة مجموعة الشباب هؤلاء السؤال الثالث ما هو الدليل على أن أهل البيت هم الأعلم في كل العلوم وحتى في الرياضيات والفيزياء والطب و و إلى آخره أقرأ السؤال مرة أخرى ما هو الدليل على أن أهل البيت هم الأعلم في كل العلوم وحتى في الرياضيات والفيزياء والطب و و و الدليل بالنسبة لنا إذا كنا على تواصل مع ثقافة العترة الطاهرة فإن قرآنهم يقول في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة ياسين وكل شيء وكل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الرياضيات الفيزياء الطب وسائر العلوم وسائر الأشياء وكل شيء كل هذا داخل في هذه الآية وكل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول أنا هو هذا الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء ونقرأ أيضا في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم كيف تكون كل الأشياء ذليلة لهم وهم ليسوا على علم بها لا بد أن يكون على علم بكل شيء الله هو الذي علمه نحن حينما نقرأ في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه لا فرق بينك نخاطب الله لا فرق بينك وبينها لا فرق بينك وبين حقائق محمد وآل محمد لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذه الرؤية الإحاطية الكاملة لو لم يكون على علم بأصلنا وبمستقبلنا وبما يجري حولنا ومن أين جئنا وإلى أين نحن ذاهبون وماذا يجري في بواطننا وماذا يرتبط بنا إنهم على علم بالخارطة العالمية كلها وعلى علم بخرائطنا الخاصة بنا ولذا فإنهم يطلعون علينا اطلاعة إلهية إحاطية شاملة كاملة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إنها رؤية الله رؤيتهم رؤية محمد وآل محمد هذه عقيدتنا نحن فما قيمة هذه العناوين ما قيمة الرياضيات والفيزياء والطب هذه علوم أرضية نحن نراها على قيمة نحن نراها مهمة لحياتنا لأنها مهمة فعلا في حياتنا لكنها لا تمثل شيئا بالقياس إلى علم الله سبحانه وتعالى هذه شؤون خلقية طارئة عالم الرياضيات إذا ما مات فإنه يترك الرياضيات خلفه يترك كتبه وأرقامه ومعادلاته وقوانين الرياضيات ويترك كل شيء وراءه ويذهب إلى قبره وحيدا من دون الرياضيات وهكذا الطبيب وهكذا الفيلسوف وهكذا 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 هذه الأشياء نحتاجها حاجة وقتية ولذا فإن العلوم هذه تسمى بالعلوم الزمانية لأنها علوم دنيوية زمانية يحتاجها الإنسان لزمانه لحياته اليومية ما قيمة الأرض بكل تفاصيلها كوكب صغير أتعلمون أين نقع نحن في مجرة درب تبانا نحن على الحاشية نحن على الحاشية نحن على حاشية درب تبانا المجموعة الشمسية تقع على حاشية درب تبانا نحن نحن على حاشية مجرتنا ومجرتنا ما هي المجرة الوحيدة في هذا الكون هناك مجرات ومجرات ومجرات لم يستطع العلم المعاصر برغم تقدمه أن يعرف عدد المجرات هذه الأشياء صغيرة نحن نراها كبيرة لأننا نعيش في قوقعة وجودنا نحن نعيش في قوقعة ما قيمتنا نحن وما قيمة كوكبنا نحن نرى لأنفسنا خطرا عظيما وعلى أي حال وعلى أي حال بحسب عقيدتنا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فهذه أشياء تكون داخلة في مضمون هذه الآية أما بالنسبة للآخرين بالنسبة للآخرين لا نستطيع أن نثبت هذا لهم إلا إذا أثبتنا ما نعتقده مثل ما بينت لكم إذا استطعنا أن نثبت هذا لهم حينئذ تثبت هذه المعلومة وإلا فعلينا وعليهم أن ننتظر ظهور إمام زماننا وحينئذ نقول لهم هذا إمامنا وسلو رواية جميلة يذكرها الكلين في الكافي في الجزء الأول وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثانية والتسعين بعد المئة الحديث الرابع بسنده بسند الكليني عن يونس ابن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه فورد عليه رجل من أهل الشام فقال إني رجل صاحب كلام صاحب كلام إنه علم الكلام علم الجدل علم العقائد إني رجل صاحب كلام وفقه وفراءط المراد من الفراءط بحسب ما هو معروف ما يرتبط بأحكام الميراث وحساباتها وأرقامها هذا هو المعروف عن هذا المصطلح إني رجل صاحب كلام وفقه وفراءط وقد جئت لمناظرة أصحابك فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق يقول له كلامك من كلام رسول الله أو من عندك أنت تريد أن تناقش بأي كلام كلامك من كلام رسول الله أو من عندك فقال من كلام رسول الله ومن عندي فقال أبو عبد الله فأنت إذن شريك رسول الله قال لا قال فسمعت الوحي عن الله يخبرك قال لا قال فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول الله قال لا فالتفت أبو عبد الله إلي إلى يونس فقال يا يونس ابن يعقوب هذا قد خصم نفسه قبل أن يتكلم ثم يبدأ النقاش مع أصحاب الإمام الصادق الرواية طويلة إلى أن يكون النقاش فيما بين الشامي وحشام ابن الحكم فقال الشامي يا هذا يقول لهشام ابن الحكم فقال الشامي يا هذا من أنظر للخلق أربهم أو أنفسهم أنظروا يعني الأكثر حكمة الأكثر اهتماما من هو الأكثر حكمة والأكثر اهتماما والأكثر تربية ورعاية الله أمن ناس لأنفسهم يا هذا من أنظروا للخلق أربهم أو أنفسهم فقال هشام ربهم أنظروا لهم منهم لأنفسهم فقال الشامي في وقت رسول الله أو الساعة قال الشامي في وقت رسول الله رسول الله هذا واضح والساعة من في هذه الساعة من هو فقال هشام هذا أشار إلى الإمام الصادق فقال هشام هذا أشار إلى الإمام الصادق هذا القاعد الذي تشد إليه الرحال ويخبرنا بأخبار السماء والأرض وراثة عن أب عن جد قال الشامي فكيف لي أن أعلم ذلك قال هشام سأله سأله عما بدأ لك ها هو بين يدك قال الشامي قطعت عذري فعلي السؤال فقال أبو عبد الله من دون أن يسأل الشامي يا شامي أخبرك كيف كان سفرك وكيف كان طريقك كان كذا وكذا فأقبل الشامي يقول صدقت أسلمت لله الساعة أعلن إسلامه فقال أبو عبد الله بل آمنت بالله الساعة إن الإسلام قبل الإيمان هذا الإسلام الظاهر وعليه يتوارثون ويتناكحون والإيمان عليه يثابون فقال الشامي صدقت فأنا الساعة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك وصي الأوصي إلى آخر الحديث لأن الحديث طويل فهشام هنا قال له هذا هو القاعد سلو ولذا قلت لكم من أنهم إذا أرادوا أن يعرفوا الحقيقة فعليهم أن ينتظروا ظهور إمام زماننا وحينئذ عليهم أن يسألوه كي يعرفوا الحقيقة أو أنهم إذا اقتنعوا بما عندنا من عقيدة دينية فإن الأمر سيكون ثابتا بسهولة واضحة في خطبة البيان الثانية هناك خطبة البيان الأولى من خطب أمير المؤمنين وهناك الخطبة الثانية إنني أقرأ عليكم من إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب للمحدث اليزدي الحائري علي اليزدي الحائري هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان وهذا هو الجزء الثاني في الصفحة التاسعة والثمانين بعد المئة أمير المؤمنين وهو يحدثنا عن قائم آل محمد في وقت ظهوره الشريف وسيدعى إليه من سائر البلاد الذين ظنوا أنهم من علماء الدين إنهم مراجع النجف وكربلاء إنهم الطوسيون إن كانوا في العراق في إيران في لبنان في دول الخليج في باكستان في الهند في كل مكان وسيدعى إليه من سائر البلاد الذين ظنوا أنهم من علماء الدين وفقهاء اليقين والحكماء والمنجمين والمتفلسفين والأطباء الضالين والشيعة المذعنين الذين يذعنون لهؤلاء لعلماء الدين ولعلماء الدنيا فماذا يجري فيحكم بينهم بالحق فيما كان فيه يختلفون حينئذ ستتضح الحقائق وتكون جلية وبينة في زمان الحقيقة وفي زمان العدالة وفي زمان الحكمة وفي زمان رحمة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل رسالة عراقية أخرى السائل يقول لدي فرصة أن أعيش في الولايات المتحدة وأنا حاليا أعيش في العراق مع زوجتي وأطفالي إنه يطلب النصيحة دائما أقول هذا الكلام وأقوله الآن لأن مثل هذا السؤال قد وردني كثيرا الذين يعيشون في أوطانهم وليست عندهم من مشكلة لا أنصحهم أن يغادروا أوطانهم إذا كانوا في ضيق في المدينة التي يعيشون فيها في بلدهم فلينتقلوا إلى مدينة أخرى وأقول للسائل ومن الآخر إذا أردت أن تحافظ على أسرتك وأطفالك فابقى في بلدك وابقى بين أهلك إنني أحدثك عن تجربة وعن معاناة طويلة فقد رأيت رأيت بلادًا عربية ورأيت بلادًا إسلامية رأيت بلادًا إسلامية شيعية وسنية وتنقلت في البلدان ورأيت بلادًا غربية النصيحة النصيحة التي أقدمها لك إذا لم تكن عندك من مشكلة لا تغادر بلدك إذا كنت تعاني من مشكلة فهذا أمر آخر قد يعاني الإنسان من مشكلة أمنية أو من مشكلة اجتماعية أو من مشكلة صحية ولا يجد حلًا لهذه المشكلة إلا بالخروج من بلده وأن يعيش في بلد آخر هذا أمر آخر هذه حالات استثنائية المشاكل الأمنية المشاكل الاجتماعية المشاكل الصحية إذا كان الإنسان يريد إكمال دراسته ولا يجد مجالًا إلا بالدراسة خارج بلده أن يكون عند الإنسان مشروع مهم غاية مهمة بحيث أنها تستحق أن يسافر إلى الخارج وأن يضحي بأمور مهمة الذي يخرج من بلده لأمور سلبية معينة يستطيع أن يتحملها وهو يعتقد أنه سيجد كل شيء بنحو إيجابي لا يوجد مكان في العالم يكون كل شيء فيه إيجابيا كل البلدان التي رأيتها ولي تجربة فيها هناك ما هو إيجابي وهناك ما هو سلبي في هذه البلاد التي نعيش فيها هناك ما هو إيجابي وهناك ما هو سلبي الحياة كلها هكذا إذا لم تكن عندك من مشكلة ومن سبب مقنع ومنطقي أن تترك بلادك فابق في بلدك وكما قلت لك قبل قليل إذا أردت أن تحافظ على عائلتك وعلى علاقتك بزوجتك وأطفالك بالنحو الذي تعودت عليه وبحسب ثقافة مجتمعك فلا تغادر بلدك لأن الأمور ستتغير وتتغير حينما تغادر بلدك وربما تأتيك ساعة تلعن فيها الساعة التي غادرت فيها بلدك إذا لم يكن عندك من ظرف حساس ومشكلة كبيرة تجبرك على أن تغادر بلدك فحينئذ ستكون معذورا أتمنى أن تكون نصيحة نافعة لك وللذين يبحثون عن نصيحة لحالة مماثلة كحالتك بهذا تنتهي حلقتنا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أسئلة جديدة أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر